سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار قالت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التموين العقاري إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي نهاية الشهر الجاري حتى يتم البدء في دفع أول قصد في شهر إبريل المجبل وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في بيان لها إنه يتم حاليا الانتهاء من فرز أوراق 12 ألف حاجز يوميا لافتة إلى إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربي بجانب الاستعادة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وموظفي صندوق الإسكان الاجتماعي لسرعة الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين وتابعت بمجرد الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين بالكامل سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف إلى جميع الحاجزين المستفوين للشروط وجذلك المستبعدين حتى يمكن لمن ينطبق عليه الشروط دفع القصد الأول من أصل 10 أقصاد ربع سنوية وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان العاشر للإسكان العاشر نوفمبر الماضي حيث تضمن وحدات سكنية 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 متر وغرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 متر بمدن أكتوبر الجديدة وحضائق أكتوبر بوبادر والعشر من رمضان والعبور الجديدة والمئنية الجديدة والسادات والغردقة ويصل القصد الربع سنوي للوحدات 25 متر 1500 جنيه و2000 جنيه القصد الربع سنوي للوحدات 90 متر وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية